بمائة وخمسين في المائة زاد تفشي فيروس كورونا في فرنسا خلال أسبوع. ارتفاع في الحالات لم تشهده البلاد من قبل، سواء في نسخة الفيروس الأولى أو المتحورات اللاحقة. وزير الصحة الفرنسي دعا المواطنين للجوء للتلقيح، معتبراً أنه السلاح الوحيد أمامهم لمكافحة الفيروس للوصول للمناعة الجماعية. وقبل يومين، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية إنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حظر تجول للحد من انتشار الفيروس إذا استمرت الإصابات في الارتفاع. وبعد تراجع لأسابيع، عاد ارتفاع الإصابات في فرنسا نتيجة المتحور دلت الشديد العدوى. ومع ذلك، يبدو أن القرار في فرنسا بالعودة إلى الإجراءات المشددة لم يتم حسمه بعد. انتشار الفيروس لم يمنع البلاد من الاستمرار في خطط رفع الإجراءات الاحترازية. أحدثها، إلغاء السلطات الفرنسية إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهي الأماكن التي يسمح فقط لحامل التصريح الصحية بدخولها، مثل دور السينما والمتاحف والمنشآت الرياضية. والتصريح الصحية هي وثائق تثبت أن حاملها محصن بالكامل لقاحياً أو خضع مؤخراً لفحص كشف الإصابة وجاءت نتيجته سلبية، أو تعافى من الإصابة بالفيروس. وفي يونيو الماضي، قررت باريس إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع باستثناء الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة. ترجمة نانسي قنقر